يا مساء نور، مساء الورد، مساء الفلو اليسمين، مساء الصغوتي السيري للحبيب جاليك كاملين كنتمنى أسكنوا على خير وبخير وتلقاكم هاد الفيديو هادي في أحسن أحوالكم في تمام الصحة والعافية دائما يا رب فيديو اليوم إن شاء الله غدي نشارك معاكم واحد المشروب اللي غدي يكون متابة بروتين طبيعي إن شاء الله غدي نحلو به المشكلة الخفصة أو ما يعرف عليه بالعضلة النائمة أولاً خسنا نعرفو شنها هي العضلة النائمة والصراحة فعلياً وعلمياً ما كناش حاجة اسمية العضلة النائمة هي مصطلح كيتلق على الحالات اللي كيكون فيها شكل جيل الورك من الجانب غائر أو لداخل والسباب جيلو كيكون تراكم الدهون في عضلات المنطقة الخارجية من الفخدين هاد المصطلح هاد الجيل العضلة النائمة عنده بزاعة جيل مرادفات بعض الخطرات كنقولو الخفصة وبعض الخطرات كنقولو الورك الغائر وهد الحالة هادي صراحة أكتر شيوعاً عند النساء كتر من الرجال علاش هاد الشي هدا كيرجع الهرمونات الأنتوية في الغالب لأنه الطبيعة البنية الجسمانية دي للمرأس في حالة العظيم كيكون الحوض ديالها أكتر اتساعاً من حوض الرجل وهد الجزء هدا هو اللي كيساعدها ولطالما ساعدها على مر التاريخ على تحمل أعباء الحمل والولادة وهد الأمور هادي بحال حمل ولادة تغيرات الهرمونية في جسم المرأة خصوصاً هرمون الأستروجين هو اللي كيلعب دك الدور في تراكم الدهون على منطقة الخارجية من عدلات الفختين والحوض كيف سبق وكتلكم أو لبعض الخطرات كترجع الأسباب وراثية أو لعامل الجينات واليوم ما غازي نعطيكم بإذن الله الحل النهائي لهذا المشكل هدا اللي هو مشكل عدلة نائمة الخفصة أو للورك الغائر ولكل من كيشد قناتي وكيكتشفها الأول مرة وبغاية يوصلوا جديد الوصفات المضمونة والمجربة والآمنة معلي إلا تابونوا في القناة دينا بالضغط لزر الأحمر موجود أسفل الفيديو سبسكرايب سابوني أو الاشتراك ما تصوش تفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديد إنفوان حطو وأهم خطوة ما تبقلوش عليها بلايك ديالكم بالبرتاج للفيديو وكذلك بالتعليق زوينا إذا الحبيب ديالي غازي نبدأوا الفيديو دينا على بركة الله ونبدأوا باكتشاف المكونات اللي غازي نحتاجوهم المشروب اليوم وهما عبارة عن ربعة ديال المكونات ضرورية وأساسية وإن شاء الله غادي نقول لكم بحلقة حاجة لما كانت عندكم باش غادي تعوضوها ولكن هادو اللي غادي نشارك معاكم في الفيديو هما اللي بالدرجة الأولى أول مكوين غادي يكون معنا اللي هو الحليب المجفف أولى بودرة الحليب أولى نيدو مويمتم ما نسموه كيف ما بيتسموه هاد نيدو كتبقى غير ماركة الحليب المجفف مصدر رائع لسعرات الحرارية البروتين العناصر الغذائية المفيدة اللي كتساعد على زيادة الوزن وبناء العضلات بأمان والسطرولية على بناء العضلات بأمان خصوصا لو كان هاكا الحليب اللي كيكون كامل الدسم كيساعد بشكل كبير على زيادة الوزن بشكل أسرع وبطبيعة الحال منسوش بأنو الحليب رائع كيكونو فيه بزاف جل معادين بحل كالسيوم فوتاسيوم الفوسفور وكذلك في مجموعة جل فيتامينات اللي كيحتاجها الجسم لبناء العضلات وكذلك للوقاية من الجموعة من الأمراض الثاني مكوينة غادي يكون معنا في وصفة اليوم اللي هو زبدة السمسم أو زبدة السنجلان سبق ليشاركت معكم طريقة التحضير ديالة في البيت كتبقى من الحويجات الرائعة جدا لزيادة الوزن لأنه فيها وحد نسبة عالية ديالبروتين نسبة عالية ديالكالوري كتعالج مشكل النحافة إلا واضبنا على أخذ معلقة كبيرة كل نهار بشكل يومي غادي تزيد لكم في الوزن بواحد شكلي هو رائع جدا وممتاز جدا لأنه فيها نسبة عالية ديال الدهون والدهون معروف على أنها كتزيد في الوزن إلا ما عندكمش زبدة السمسم يمكن لكم تعودوها بزبدة الفول السوداني ما عندكمش زبدة الفول السوداني ممكن تعودوها بأي نوع من المكسرات ولكن أنا كان أعطي الأولوية كيفت لكم زبدة الفول السوداني وزبدة السمسم ما عندكمش ديروا أي نوع عندكم من المكسرات والثالث مكوين غادي يحتاجوا معنا في مشروب اليوم اللي هو بيرلي اللي تقريبا هاد الكويس هادا في 7-9 سعر حراريات 800 الگرامات ديال بروتين تعود الگرامات اولا تعود فصلة 50 الگرام ديال الكربوهيدرات 3 الگرامات ديال الدهون وفي 250 ميلي جرام ديال الكالسيوم هاد الكويس هادا اللي هو عبارة عن جبن كريمي إلا ما كانش عندكم بيرلي ممكن تعودو أو لما بغيتوش ديرو بيرلي ممكن تعودو بجوكي وممكن تعودوه بدانينو داك الكويس صغير ديال الريدات صغار حتى هو عاديو فيه بالغارة ولكن بالدرجة الليولة كنختار لكم أنا بيرلي رابع وآخر مكوين غادي يكون معنا في وصفة اليوم اللي هو المونغ واللي كيبقى صراحة من الفواكه الحلوة والبنينا واللي كتعتبر مصدر جيد للسعرات الحرارية بحيث كل 100 قرام من المونغ فيها 99 سعرات حرارية جرامونس ديال بروتين 25 قرام ديال الكربوهيدرات 3 قرامات ديال الريف اللي كتغطي تقريبا حوالي 61% من الاحتياجات اليومية فيها فيتامين A الفيتامين B الفيتامين B9 الفيتامين C وكذلك الفيتامين E ومنسوش كذلك بأنه مصدر جيد لمعدن النحاس والمونغ كيبقى من الحويجات اللي كتساعد على زيادة الوزن وبناء الكتلة العدلية الى خدينها مع واحد المجموعة ديال المكونات أخرى اللي كتكون لقيمة الغذائية ديالها عالية بحل المكونات اللي اخترت لكم إن شاء الله في وصفة اليوم ودابا بعد ما اكتشفنا المكونات كلها وعرفنا القيمة الغذائية جير كل واحد ودوروا في زيادة الوزن وبناء الكتلة العدلية غديندوزو باش نحضروا مشروب اليوم أول حاجة غدين ناخدو الكاس ديال طحان الكهربائي غدينوضع فيه المونغ غدينزيد اليه واحد المعيل قا كبيرة مملوئة جيدا ديال زبدة السمسم أو لزبدة الزنجلان اللي كان عاوث نقول لكم مرة أخرى اللي بغاي عرف طريقة التحديد ذيالها غدينخلي لكم الرابط في صندوق الوصف يمكن لكم تعاوضها بزودة الفول السوداني من أروع الأشياء لزيادة الوزن بين الكتلة العدلية ما عندكم شهاد جوج هادا ديروا أي نوع ديال المكسرات عندكم ولكن أهم حاجة أنه ضروري تكون حاضرة المكسرات في هاد المشروب هادا من بعد غادي نزيد هاداك الكويس ديال بيرلي كامل كيف كتشوفوا معايا ومن بعد غادي نضيف الحليب المجفف اللي سبق لي مزجته نايا وضعت كاس ديال ما درت فيه ثلاثة المعالقة بادي الحليب المجفف خلطه مزيان وهو اللي غادي نزيده على هاد المكونات هاد الأخرى سفي دبا غادي نمشي نطحان هاد المكونات كلها حتى تمتازج مع بعضياتها بشكل جيد أورنجان تلقى معكم باش نوريكم بشكل نهائي لمشروب اليوم كذلك عفوا نشارك معاكم طريقة الاستعمال ديال وهذا هو شكل نهائي ديال مشروب اليوم مشروب الطاقة مشروب القضاء على العدلة النائما كيف كتشوفوا معايا كيجي القوام ديال وتقيل ما شاء الله هو خاتر ودسم ماشي بالدهون وإنما بالقيمة الغذائية العالية اللي فيزينتوا بشوية ديال بذور الشيال اللي احتها هي منغفلوش على القيمة الغذائية العالية ديالها ولا فوائدها لصحة ديال وده باندوزول طريقة الاستعمال ديال ولا طريقة الاخذ ديالو غد تاخدوه جوجة المرات في النهار في الصباح من بعد الفطار وفي الليل غادي يكون آخر حاجة غادي تاخدوها وغادي تناسو ولكن هاد المشروب بوحدو غير كافي للقضاء على العدلة النائمة باش نكون صريحة معاكم خصوالة بالده تمارين رياضية وانا اخترت لكم اليوم الجوجة ديال تمارين اللي كتستهدف بالضبط هاد المنطقة هادي اللي هي منطقة الخفساء ولا العدلة النائمة ولا غادي تعطيكم واحد نتيجة رائعة باش يكون صريحة معاكم الابنات الى درتوا التمرين بوحدو بدون مشروب ما غايعطيكم ش نتيجة المشروب بوحدو بدون تمرين التهوى ما غاديش يعطي نتيجة خصوالة بدي يكونوا بجوج والتمرين الاول هو هدا كيف كتشوفوا معايا التمرين اللي هو سهل جدا هو في اللول غادي تجيكم صراحة الحركة صعبة ولكن بعد من اللي غادي تعودوا عليها غادي تجيكم سهلة كتدرو فيه ثلاثة جل جوالات كل جولة كتدرو فيها خمسة عشر حركة لكل رجل يعني خمسة عشر مرة للرجل اليمنى وخمسة عشر مرة للرجل اليسرى اليدين والركبتين على الارض الظهر ضروري يكون مستقيم وكنبدأ وكنهزو في كل رجل بهاتشكل هدا كيف هو موضح امامكم في الفيديو وبالنسبة التمرين التاني كيكون الظهر مستلقي على الارض اليدين في الارض وكذلك القدمين ركبتين قنفتحوهم وحد شوية وكنبدأ وكنطلعو وكننزلو بهاتشكل هدا كيف هو موضح عندكم في الفيديو اهم حاجة هما انو القدمين دينا او للقدام بالدريجة المغربية دينا القدم يبقاو في الارض ما يطلعوش وينزلو يبقاو محطوطين على الارض حتى هو كنديرو خمسة عشر مرة ثلاثة ديالجوالات ومع الوقت مشي من اول مرة مع الوقت كنفضل على انكم تبدأو كتحطو اوزان في هاد المنطقة هادي اللي غادي نبينها لكم في الفيديو باش هاكا التمرين كيزيدي صعب وكيعطيكم نتيجة احسن بالنسبة لها التمرين هادو اللي اعطتكم غادي تديروه مرة فكل تلتيام يعني تديروه منهار وترتاحو يومين ضروري ما تديروه مش بشكل يومي نهار وترتاحو يومين وبالنسبة للمشروب غادي تشربوه بشكل يومي جوش المرات في النهار مرة قبل او من بعد الفطور ومرة في الليل تكون اخر حاجة تاخدوها وتنسوا مباشرة تبعوهما البنات اردوا علي الخبار غادي نعطيكم لماكسيموم واحد شهر غادي تباليكم نتيجة اللي غادي تعجبكم بالسعف هي نتيجة غادي تباليكم من قبل ولكن كحد اقصى شهر غادي تعطيكم نتيجة اللي يفعالة ومضمونة مليون في المئة ولكن الشرط اللي قلت لكم ولا بدا يكونوا بجوج المشروب بوحدو ما غاديش ينفعكم تمرين بوحدها مما غاديش ينفعكم خصوة اللي بدا يكونوا بجوج مع بدياتهم لنحفي بجالية غا تكون ثلاث فيديو اليوم كنتمنى اقتراح اليوم يكون الاعجاب جيلكم تكونوا استفدتوا معايا قبل ما تخرجوا ما تنجد دعموني بلا لايك جيلكم بالبرتاج الفيديو بايتكم توصلوه الاكبر عدد من اللي بنات باش هكا يستفدوا حتى هما كيستفدتون تهما ولمازال ما اشتركش يشترك مرحبا بي في القناة الجالي وكنقول لكم كمال عادات هلا فريوسكم كانبغيكم بزاف بسلام عليكم